يدلي الفرنسيون يوم الأحد بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على أن تجرى الدورة الثانية في الرابع والعشرين من الشهر الحالي لاختيار رئيس جديد للجمهورية لولاية من خمس سنوات لتفاصيل أكثر عن الاستعدادات لهذه الانتخابات ننتقل في هذه الفقرة إلى الزميلة كارولينا نصار قبل يومين من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية تبدو الصورة شبه محسومة كل استطلاعات الرأي تؤكد صدارة الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون فيما سجلت مارين لوبان مرشحة حزب التجمع الوطني اليمني المتطرف تقدما لتقلص الفجوة مع ماكرون كيف تبدو الصورة الانتخابية في فرنسا يبتسمون في هذه الصورة التذكارية والقلق باد في عيونهم مما قد يحمله لهم المستقبل فضواحي المدن الفرنسية التي يتركز فيها المهاجرون بشكل كبير تعاني من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة وسكانها يقولون إنهم محبطون من وعود السياسيين لقد تم إهمالنا وتركنا لمصير مجهول لذلك لم نعد نهتم بالسياسة رغم أهميتها لمستقبلنا ليس لدى الشباب هنا أي ثقة بالسياسيين لا بد من تشجيعهم على التصويت وتغيب قضايا تحسين ظروف الضواحي عن خطابات المرشحين فتلك المناطق لا تشكل ثقلا سياسيا لجذب المرشحين إضافة إلى أن ملف الهجرة لم يعد من أولويات الفرنسيين الأيدي العاملة المهاجرة في الستينات استقرت وجلبت عائلتها والكثير من المهاجرين أتوا من أوساط قروية غير متعلمة ووجه بعض من أبنائهم صعوبات دراسية وفشلت السلطات في إدارة الملف مما أدى لتحوله إلى مشكلة اجتماعية وتحاول جمعيات دعم الضواحي حث الناخبين هناك على التصويت وتبرر ذلك بأن السياسة لا تقتصر على الخطوط الاستراتيجية العامة بل تتعداها إلى تفاصيل الحياة المعيشية اليومية تسجل الضواحي نسبة مقاطعة كبيرة للانتخابات الرئاسية تفوق تلك المسجلة على المستوى الوطني وهو ما يصب في مصلحة اليمين المتطرف الذي يعرف عنه التزام جمهوره بالتصويت لمرشحيه عز غريب اسكينيوز عربية باريس ومعنا من باريس مفادتنا دارين الحلو دارين نقترب معك أكثر من الصورة والأجواء في فرنسا قبل يومين أو أقل من هذه الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية نعم كارولينا ذكرتي أن الاستطلاعات تحدثت عن تقدم وصدارة للرئيس المنتهية ولايته مكرون ولكن مكرون اقتربت من منافسته بشكل كبير مارين لوبان التي حصدت 23% بحسب هذه التقديرات لكن أيضا لافت في هذه التقديرات أنها تحدثت عن نسبة مقاطعة مقدرة لهذه الانتخابات بنحو 27% وتلك نسبة كبيرة بالنسبة للفرنسيين الذين لن يتمكن المرشحون الذين سيتنفسون يوم الأحد من حشد المزيد من الأصوات طالما أن مهلة الحملات الانتخابية ستنتهي بعد قليل الثانية عشر بتوقيت فرنسا وبالتالي لا يعود بإمكانهم الإدلاء بأي تصريحات أو مواقف أو حملات انتخابية وهذا الأمر سيفتح المجال على الكثير من المفاجآت ربما خلال يوم الاقتراع طالما أن لوبان حققت تقدم بالإضافة أيضا إلى مرشح اليسار جون لوك ميلانشون أيضا حققت تقدم في الأيام الماضية وتم استحضار بعض الملفات التي تذب الناخبين من بينها طبعا الملفات المرتبطة بتحسين الوضع المعيشي وأيضا الملفات المرتبطة بالهجرة وكيفية إدارتها وملفات أخرى ترتبط أيضا بوضع فرنسا بالنسبة لأوروبا وموقفها من أوكرانيا كل هذه الأمور تم التطرق إليها في الحملات الانتخابية لكن اللافت أن الناخب الفرنسي اليوم هناك حيرة أو غموض في خياراته وأولوياته لأنه فقد الثقة بكل الذين يمثلون هذه الأحزاب السياسية إذن الأحزاب ستكون على موعد مع امتحان شعبي يوم الأحد مع ما ستحمله صناديق الاقتراع من مفاجآت متوقعة شكرا جزيلا لك من باريس مفادتنا دارين الحلوي شكرا جزيلا ومعنا من باريس أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية الدكتور نيدال الشئير أهلا وسهلا بك دكتور نيدال نود أن نعرف منك إلى أي مدى يمكن أن تصدق استطلاعات الرأي في فرنسا الآن نتحدث عن ثلاث نقاط تفصل بين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومارين لوبين التي تقترب منه بحسب الرئيس لا يخشى الخسارة ولكن بحسب تصريحاته الأخيرة أنه كل شيء محتمل ولا شيء محسوم مساء الخير الأكيد أن نصبت المشاركة في هذه الانتخابات وفي حال مقاطعة كبيرة قد تخلق بعض المفاجآت ولكن هذه المفاجآت قد لا تكون مفاجآت كبيرة جدا من حيث تغيير النتائج لكن قد يكون هناك مفاجأة أن تتخطى مارين لوبين الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فبالتالي هذه تعتبر خسارة معنوية للرئيس ماكرون وأيضا هناك تقدم جون لوك ميلونشو تقدم كبير له في نية التصويت لكن يبدو على ما يبدو أن تكرار سيناريو الانتخابات الماضية ستكرر هذا العام ونحن ذاهبون إلى ثنائية جديدة بين الرئيس الحاني إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين كيف تفسر دكتور نيدال هذا التقدم بداية لمارين لوبين هل نجحت فعلا في محو الصورة عن حزبها اليمني المتطرف هل تمكنت مارين لوبين بأن تظهر حزبها أكثر ليونة أنصح التعبير وخاصة بعد ترشح إيريك زمور الذي اعتبر أنه كان نوعا ما دافعا لأنه بدأت مارين لوبين أمام زمور نوعا ما يعني معتدلة صحيح يعني أعتقد أنه ترشيح إيريك زمور هذه الانتخابات يعني أبعد أبعد مارين لوبين من دائرة أقصى اليمين يعني أنت تعرفين هي في الانتخابات الماضية كانت تمثل أقصى اليمين المتطرف أما حاليا هي لا هي يعني هي بالنسبة كما ذكرت هي لطيفة جدا يعني بالنسبة لتوجهات إيريك زمور وحتى أيضا هي كان هناك تغير جزري يعني في بعض توجهات مارين لوبين لكن أيضا هناك أمر آخر يجب يعني اللفت الانتباه له أنه الرئيس ماكرون لم يقم بحملة انتخابية فبالتالي أيضا يعني هذا الأمر قد يكون أثر على يعني تقدم تقدم مارين لوبين في الانتخابات لأننا نعرف هي كانت ناشطة جدا على الأرض ويعني تقدمت الكثير من اللقاءات مع الجماهير فبالتالي ربما يكون هذا قد ساعد يعني في هذا الأمر وخصوصا يعني بعض الحديث يعني أنه لم يكن هناك أي حملة للرئيس ماكرون وهذه كانت شبه انتقادات كبيرة للرئيس ماكرون وهذا ممكن يكون من أسباب تراجع تراجع أيضا يعني برئيس ماكرون وأيضا هناك تخوف في فريق الرئيس ماكرون أن يكون أنه الناخب الذي يصوت للرئيس ماكرون غير متحمس لهذه الانتخابات باعتبار أنه كل الأرقام تشير أنه الرئيس ماكرون هو سيربح هذه الانتخابات فبالتالي ليس هناك حماسة عند ناخبي الرئيس إيميل ماكرون ولكن دكتور نيدال إذا ما عدنا إلى شهر ونصف أو شهرين إلى الوراء يعني بداية تسلمت فرنسا رئاسة الاتحاد الأوروبي إلى أي مدى ذلك سيساعد أو سيصب في مصلحة الرئيس ماكرون في هذه الانتخابات وأيضا مواقف والدور الذي لعبه الرئيس الفرنسي بحسب استطلاعات الرأي قبل أن تطغى الحملات الانتخابية على فرنسا كان هناك أيضا عديد من الاستطلاعات الذي يشير إلى عودة كبيرة في شعبية الرئيس مقارنة مع الداخل وأيضا سياسته الخارجية أكيد السياسة الخارجية للرئيس ماكرون كانت عنوان كبير لفترة الرئيس ماكرون خاصة في ظل الظروف الحالية وظروف الحرب الأوكرانية لكن هذه الظروف هي ممكن أن يكون لها تأثير سلبي كما يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الداخل الفرنسي صحيح أن هناك تقدير للموقف الرئيس ماكرون في جهة الوقوف إلى جانب أوكرانيا وغيرها الكثير من الأمور لكن أيضا هناك في نفس الوقت انتقادات لهذا الدور هناك خاصة من مرشحين آخرين يعتبرون أن الرئيس ماكرون لم يقم بما يجب في هذا الأمر على كل الأحوال أعتقد أن العامل المؤثر في هذه الانتخابات وخاصة في ظل هذه الأزمة التي نتجت أيضا عن الأزمة الأوكرانية هو القدرة الشرائية للناخب الفرنسي وأعتقد أن هذا الموضوع سيكون عامل مؤثر جدا في الانتخابات وهنا رأينا أنه حتى الرئيس ماكرون في الخطاب الوحيد الذي تحدث فيه في نونتير تحدث كثيرا عن هذا الموضوع وحاول أن يلعب كثيرا عن هذا الموضوع لأنه هو يأتي من العامل الأول في عملية تحديد الفرنسيين لمن سلطون خاصة أنه في هذه الدورة حتى الساعة كما تعلمين هناك أكثر من 35% لم يقرروا بعد إلى من سيصوتوا في هذه الانتخابات فبالتالي أعتقد أن الرئيس ماكرون بحاجة يعني كان هو لعب كثيرا عن موضوع الاقتصاد والقدرة الشرائية من أجل استقطاب هؤلاء دكتور نيدال هل في حال تكرار سيناريو الانتخابات السابقة واقتراب مارين لوبان أو حتى تقدمها بشكل طفيف من الرئيس ماكرون يمكن أن يزيد من حظوظه في الدورة الثانية والناخبون التي تحدثت بداية أنهم ليس هناك حماسة لديهم يمكن في حال تقارب ماكرون ولوبان أن ينتخبوا في الدورة الثانية ويحسم الرئيس الرئاسة لولاية جديدة باختصار لو سمحت هذا هو السيناريو المتوقع كما حصل في الانتخابات السابقة لكن هناك بعض الخطورة في هذه الانتخابات أن هناك بعض المرشحين لن يدعو إلى التصويت للرئيس ماكرون في الدورة الثانية فبالتالي هنا حتى كافة المؤشرات تشير أن نسبة الهامش هامش الفرق بين الرئيس ماكرون ومارين لوبان سيكون قليل فبالتالي رأينا اليوم فاليري بيكريس قالت أنها لن تدعو مناصرها إلى التصويت مثلا لماكرون في حال ترشح هو ومارين لوبان فبالتالي كل هذه الأمور قد تلعب دور مهم والأكيد أن هناك تقارب كبير بالأرقام بين مارين لوبان والرئيس ماكرون لكن نائما الناخب الفرنسي يذهب باتجاه الاعتدال أكثر من التطرف وبالتالي الحل الخيار المنطقي سيكون الرئيس ماكرون شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا بباريس أستاذ التواصل الاستراتيجي والعلاقات الحكومية دكتور ندالي شئير شكرا جزيلا لك نهاية هذه الفقرة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الفرنسية نعود إلى مهند